بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الصف الثاني هناخد النهاردة الدرس الاول من الباب الثالث وهنبدأ بمفهوم التفاعل الكيميائي كلنا فاكرين الغازات النبيلة في الجدول الدوري كلنا فاكرين الجدول الدوري كان متكون من S بلوك على اليسار وعلى يمين خالص كانت ال B وفي الوسط كانت ال D وتحت خالص كنا بنكتب عناصر ال F بلوك تمام؟ علي مين خالص في ال B بلوك في ال B بلوك كان في مجموعة من العناصر كنا بنسميهم الغازات النبيلة اللي هم مين؟ اللي قلنا لازم نحفظهم دايما هليام اتنين نيون عشرة أرجون تمنتاشر كريبتون ستة وتلاتين زنون اربعة وخمسين رادون ستة وتمانين وكنا عارفين ان العناصر دي بنسميها غازات نبيلة وهي اكتر عناصر الجدول الدوري استقرارا لما كنا بنعمل التوزيع الالكتروني للغازات النبيلة زي الهيليام مثلا الهيليام عنده الكترونين فكنا على طول بنقول التوزيع الالكتروني بتاعه 1S2 فالS اتملت بالاتنين الكترون فهي ممتلئة تماما بالالكترونيات هي لا تستطيع الا الامتلاء بحد اقصى باثنين الكتروني تمام نيجي للنيون عشرة كنا بنعمل التوزيع الالكتروني زي بتاعه كنا بنقول هليام اللي هو 1S2 طبعا بعدين 2S2 2B6 هو عنده عشرة الهيليام اتنين بعدين اتنين في الـ 2S يبقى اربعة بعدين ستة في الـ 2B يبقى العشرة تماما هنلاحظ ايه هنلاحظ ان الـ 1S ممتلئة 2S ممتلئة 2B ممتلئة تماما بالالكترونيات لان الـ B كان يمتلئ بستة الالكترونيات بحد اقصى تمام وهكذا لما نبص لكل عنصر من العناصر الغازات النبيلة هنلاقي ان جميع مستويات الطاقة فيها ممتلئة تماما بالالكترونيات عشان كده هي مستقرة لابت ميل لفقد الالكترونيات ولا اكتساب الالكترونيات تمام يبقى في الظروف العادية زرات الغازات النبيلة لا ترتبط مع بعضها او مع غيرها يبقى في الظروف العادية زراتها مستقرة وما بتميلش للارتباط لا ببعضها ولا بغيرها من العناصر طيب طالما هي مش هترتبط ببعضها يبقى اكيد الجزيئات بتاعتها هتكون احادية الزر يعني الجزيئ بتاع الهليم هيكون احادي الزر هليم فقط تمام ليه لانه لا يميل الارتباط مع زرات هليم اخرى هو مستقر تمام لكن مثلا لو تفتكروا جزيئ هيدروجين دايما بنكتبه H2 ليه لان الزرات الهيدروجين بتميل لانها ترتبط مع زرات هيدروجين اخرى دي عندها وان الكترون والتانية عندها وان الكترون فيرتبطهم مع بعض ويكونوا ربطهم تمام فيبقى كل واحد فيهم عنده اتنين الكترون فوصل للتركيب المستقر الاقرب غاز نبيل له اللي هو الهليم فاصبح الجزيئ مستقر تمام يبقى ده هينقلنا عن نقطة تانية ان عناصر الجدول الدوري نشطة كميائيا وتميل الى فقد او اكتساب او مشاركة الكترونات ليه لكي يصبح تركيبها الالكتروني مشابه للتركيب الالكتروني لاقرب غاز نبيل لها تمام يبقى كل العناصر اللي في الجدول الدوري عينيها على الغازات النبيلة تكتسب الالكترونات او تفقد الالكترونات او تشارك الالكترونات عشان توصل لحالة الاستقرار بتاعة الغاز النبيل عشان توصل ان جميع مستويات الطاقة بتاعتها ممتلئة بالالكترونات فتكون مستقر طبعا الكلام ده هيخلينا نفكر ازاي اصلا العناصر هتعمل عملية فقد او اكتساب او مشاركة بالالكترونات عشان تعمل العملية دي لازم تعمل تفاعل كيميائي يبقى ايه هو التفاعل الكيميائي؟ هو كسر روابط بين زرات جزيئات مواد متفعلة وتكوين روابط جديدة بين زرات جزيئات المواد النتجة يبقى ايه هو تعريف التفاعل الكيميائي مرة كمان؟ تكسير روابط بين زرات جزيئات المواد المتفعلة وتكوين روابط جديدة بين زرات جزيئات المواد النتجة هنا اعطيك مثال توضيحي جايب جزيئ هايدرجين طبعا مكمن من زراتين هايدرجين وجزيئ كمان هايدرجين وجزيئ اكسجين مكمن من زراتين اكسجين لو كسرت روابط بين الجزيئات دي بتاعت المواد المتفعلة وتم تكوين روابط جديدة بحيث ان اكسوجينة اتحدت معا اتنين من الهايدروجين كونت رابطة مع الهايدروجين دي وربطة مع الهايدروجين دي فاتكسرت الروابط القديمة اللي كانت في المواد المتفاعلة وتكونت روابط جديدة في المواد النبجة هو ده مفهوم التفاعل الكيميائي تكسر روابط بين المواد المتفاعلة ويتكون روابط جديدة بين المواد النبجة لو جينا بقى نشوف تجربة عملية للتفاعل الكيميائي هنا هنخلط برادة حديد مع مسحوق كابريت وهنشوف تجربة دلوقتي بيعنينا قدامنا هنا وعاء وحطينا فيه برادة الحديد اللونها اسود وحطينا فيه الكابريت اللي هو لونه اسفر مسحوق الكابريت تمام واضح طبعا الاتنين موجودين قدامنا مفيش اي تفاعل حاصل ما بينهم هنقوم بخلط الاتنين مع بعض هنقلبهم اصبحوا مختلطين تماما ومع ذلك بردو ما حصلش اي تفاعل ما بينهم هنحط الخليط على الترابيز هتلاحظوا ان ولا شيء حصل مجرد الاتنين مسحوق مختلطين ببعض لو جبنا مغناطيس وقربنا من المخلوط ده هيجذب جميع برادة الحديد ويطلعها وهيسيب الكابريت الاصفر لوحده مرة تانية تمام فده مجرد خليط ما حصلش في اي نوع من التفاعل دلوقتي هنقوم بتسخين ساق زجاجية لدرجة حرارة عالية جدا طبعا احنا كنا ممكن نحط الخليط في انبوبة اختباره ونسخنه مباشرة على النار الطريقتين صح فهنسخن الساق الزجاجية بدرجة كبيرة جدا وبعدين هنقربها من الخليط بتاعنا هيبتدي يحصل تفاعل شديد وطبعا شايفين الحرارة واللهب والضوء المادتين يفعلوا مع بعض بشكل كبير جدا بشكل تام واصبح عندنا كابريتين للحديد طبعا المادة الجديدة دي زي ما احنا شايفين مختلفة في الشكل وفي الخواص عن المسحوق اللي احنا حطناه وطبعا لو احنا قربنا المغناطيس من المادة دي المتكونة بعد التفاعل مش هيقدر يجزب الحديد لان الحديد اصبح مرتبط بالكابريت ومكون لمادة جديدة هي كابريتيد الحديد تمام فده كان مثال على مفهوم التفاعل الكيميائي بين المادتين وازاي الخواص بتاعة المواد المتفاعلة تغيرت وتم تكسير الروابط ما بينها وتكوين روابط جديدة لتكوين مادة جديدة فهنا رسم توضيحي بيوضح لك ان لو قربت المغناطيس من الخليط بتاع الكابريت مع الحديد اللي ما حصلش فيه اي تفاعل هيقدر المغناطيس يجزب برادة الحديد فخواص الخليط هي نفس خواص العناصر بتاعته لانه مجرد خليط تمام لكن بعد ما حصل تفاعل وكوينة مادة كابريتيد الحديد زي ما شفنا في الفيديو فخواص المركب الناتج مختلفة تماما عن خواص العناصر بتاعته فلو قربنا مع ناطيس من كابريتيد الحديد مش هيستطيع استخراج الحديد ولا جذب الحديد بعد ما عرفنا مفهوم التفاعل الكيميائي هنيجي نفكر مين المسؤول عن حدوث التفاعل الكيميائي ده مين المسؤول عن تكوين روابط جديدة بين العناصر المسؤول عن تكوين روابط جديدة هو الكترونات التكافؤ ايه هي الكترونات التكافؤ؟ هي الكترونات مستوى الطاقة الخارجي مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي تمام؟ هي دي المسؤول عن هي تعمل روابط جديدة تمام؟ هي احد العلماء اسمه ليوس فكر في طريقة مبسطة نمثل بيها الكترونات التكافؤ بان احنا نرسم رمز العنصر ونعد الكترونات التكافؤ ونرسمها على شكل نقاط حوالين الرمز بتاع العنصر فلو خدنا مثال عندنا مثلا زارة الأكسجن عندها تمانية الكترونات هنوزعهم ازاي؟ 1s2, 2s2, 2p4 ادي اتنين واثنين كمان يبقوا اربعة اربعة واربعة يبقوا تمانية تمام؟ فاشنا كده وزعنا الالكترونات انهي بقى هما الكترونات التكافؤ هي الالكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي انهي مستوى الطاقة الرئيسي بنعرفه من نين؟ بنعرفه من الرقم المكتوب قبل مستوى الطاقة فمسلا الone s2 ده مستوى الطاقة الرئيسي الأول رقم 1 طب الـ 2S2 موجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني الـ 2B4 موجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني فالإلكترونين الموجودين في الـ 2S والأربع إلكترونيات الموجودة في الـ 2B كل الست إلكترونيات دولة موجودين في نفس مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي في نفس المستوى الطاقة الثاني هذا المستوى الطاقة الرئيسي الخارجي بالنسبة للأكسجن اللي فيه الكترونات تمام فازاي هنعمل نموذة كلاوس هنرسم زارة الأكسجن ونبتدي نحط نقاط حواليها نحط حواليها ست نقاط ازاي بنرسمهم بنوزعهم الاول على الجوانب الاربعة يبقى ادي الكترون التاني نحطه بعديه التالت نحطه بعديه الرابع نحطه بعديه يبقى اصبح عندها اربعة بعدين نعمل عملية تزاوج للالكترونات فنحط واحد جنب التاني يبقى ادي خمسة بعدين واحد جنب الاخير يبقى ادي ستة يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام نرسم زارة الأكسجن بعدين نحط واحد اتنين تلاتة اربعة بعدين نعمل تزاوج خمسة ستة يبقى احنا كده عملنا نموذة جلاوس لالكترونات التكافؤ الخاصة بزارة الأكسجن ناخد مثال كمان يوضح التمثيل النقاطي لالكترونات التكافؤ بتاع العناصر الخاصة بالدورة التالتة تمام فنيجي لعناصر دي اللي في الدورة التالتة هلاقي عندنا الصوديوم 11 ماغنيسيوم 12 وبعدين على اليمين خالص في البي بلوك هنلاقي الالومانيوم 13 السلكون 14 وهكذا لحد الارجون تمام نيجي نمسك عنصر عنصر بالنسبة للصوديوم 11 التوزيع الالكتروني بتاعه هيكون ازاي نيون 10 تمام بعدين 3S1 اللي الموجود في الدورة التالتة نيون هو الغاز النبيل اللي في اخر الدورة التانية يبقى على طول الالكترون رقم 11 هيتحط في الدورة التالتة وهيتحط في الاس يبقى 3S1 تمام يبقى 3S1 يبقى الالكترونيات تكافؤ بالنسبة لعنصر السوديوم هي الالكترونيات الموجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الاخير لها يعني مستوى الطاقة الرئيسي عندها ما فيهاش غير 3S1 يبقى عدد الالكترونيات التكافؤ بتاعتها هو الواحد الالكتروني الموجود في 3S تمام بعد الوان اي جروب فيه التو اي جروب وطبعا من رقمها على طول هنعرف عدد الالكترونيات التكافؤ ان هم الالكترونيين وموجودين في 3S تمام وهكذا لبقية العناصر طب لو جينا نعمل نموذج لويس لعنصر السوديوم عنصر السوديوم عنده الالكترون واحد في مستوى الطاقة الرئيسي الاخير له يبقى نكتب رمز السوديوم ومع نقطة النقطة دي بتدل على الالكترون واحد طب بالنسبة للماغنيسيوم عنده الالكترونين يبقى نرسم نكتب رمز الماغنيسيوم ونحط الالكترونين نجير عنصر الاليمنيوم موجود في البي بلوك على اليمين في الجروب 3A من رقمها هنعرف عدد الالكترونيات على طول من رقم المجموعة 3A يبقى اكيد عنده 3 الالكترونيات تكافؤ حواليه تمام لو عملنا التوزيع الالكتروني بتاعه هنلاحظ ان الالكترونيات التكافؤ بتاعته موجودة في مستوى الطاقة 3S2 و3B1 تمام يبقى نكتب نموذج لوس النقطي بان احنا نكتب رمز الاليمينيوم AL وحواليها 3 نقاط تمام طب السيليكون 14 موجود في في الجروب 4A يبقى اكيد عدد الالكترونيات التكافؤ بتاعته 4 يبقى نكتب نموذج لوس النقطي السيليكون رمز السيليكون وبعدين 4 نقاط حوالي السيليكون وكذا في باقي عناصر الدورة التالتة طبعا الناسي ازاي كنا بنعمل التوزيع الالكتروني للعناصر بسهولة وبسرعة يرجع للفيديو الخاص بشرح التوزيع الالكتروني هسيب لكم ان شاء الله الرابط في وصف الفيديو علشان ما تنسوش الطريقة اللي بنعمل بيها التوزيع الالكتروني للعناصر نيجي العنصر اللي بعده فوسفرس 15 ده موجود في المجموعة الخمسة ومن رقم المجموعة يبقى اكيد عنده خمس الالكترونيات في مستوى الطاقة الخارجي بتاعه يعني دول الالكترونيات التكافؤ بتاعته تمام ولو عملنا التوزيع الالكتروني بتاعه فاحنا عارفين انه هو موجود في الدورة التالتة يبقى على طول هيكون اول حاجة في التوزيع بتاعه النيون اللي هو الغاز النبيل اللي في الدورة التانية نيون 10 يتبقى كان من الخمستاشر يتبقى خمسة وهو في الدورة التالتة يبقى نبدأ بي سري على طول يبقى على طول سري اس هتاخد الكترونين يتبقى من الخمسة تلات الكترونات يبقى على طول هيدخله في سري بي تلات الكترونات ادي الخمسة بتاعنا تمام عشان نعمل نموذج لوس النقطي يبقى هنرسم البي اللي هي رمز الفوسفرس ونرسم حواليها خمس الكترونات نبدأ فرادة وبعدين نعمل تزاوج زي من مرسوم قدامنا تمام وهكذا ببقية العناصر لوس كمان بعد ما عمل الطريقة دي لتمثيل الكترونات التكافؤ حوالين الرموز بتاع العناصر اقترح ان يسمي الالكترونات اللي هتدخل في تكوين روابط باسم زوج ارتباط والالكترونات اللي مش هتدخل في تكوين روابط هيسميها زوج حر او لوم بير تمام يعني مثلا لو خدنا النيتروجين النيتروجين عنده سبع الالكترونات توزيع الالكتروني هيبقى ازاي 1S2 2S2 2B 3 تمام من هي الالكترونات التكافؤ اللي موجودين في مستوى الطاقة الخارجي اللي هم كانوا 1 5 تمام نيجي نرسم نموذج لويس يبقى نقول النيتروجين وحواليها 5 1 2 3 4 5 تمام هل كل الخمسة دولة هيدخلوا في تكوين روابط اذا مجموعة دخلت نسمي المجموعة اللي دخلت في تكوين روابط الزواج ارتباط اذا في مجموعة ما دخلتش نسمي اللي ما دخلوش في تكوين الروابط زوج حر فهو هنا جايب تفاعل النيتروجين مع الهايدروجين النيتروجين هتتحد مع ثلاث زرات من الهايدروجين تمام فيبقى فيه ثلاث إلكترونات من النيتروجين هيرتبطوا مع ثلاث إلكترونات كل إلكترون من زرات هيدروجين مختلفة تمام ويكون روابط ثلاث روابط بين النيتروجين وثلاثة من الهايدروجين تمام الرابطة دي مكونة من إلكترون من النيتروجين مع إلكترون من الهايدروجين الرابطة التانية إلكترون من النيتروجين مع إلكترون من الهايدروجين الرابطة التالتة إلكترون من النيتروجين مع إلكترون من الهايدروجين يبقى كام إلكترون من النيتروجين دخله في تكوين روابط ثلاثة يبقى دي تسمى أزواج ارتباط طب الاثنين التانيين ما دخلوش في تكوين روابط مع حد فبنسميهم أزواج حرة تمام الجزء اللي تكون عندنا ده اسمه امونيا رمزه NH3 عشان كده لما بنيجي نكتب الامونيا نبقى فاهمين ان النيتروجين دي عليها زوج من الالكترونات الحرة اللي ما شاركش في تكوين روابط تمام في ملحوظة لازم تعرفوها ان عناصر المجموعة الوحدة في الجدول الدوري بتتشابه في عدد ازواج الالكترونات الحرة وازواج الارتباط في المركبات بتاعتها يعني مثلا لو شفنا الجدول الدوري ادي الجدول الدوري قدامنا دي المجموعة 3A 4A 5A 6A فلو بصينا للمجموعة 6A هنلاقي اول عنصر فيها هو الاكسجين تحتيف نفس المجموعة مين السالفر الكابريت تمام فالمحوظة بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان عناصر المجموعة الوحدة بتتشابه في ازواج الالكترونات الحرة وازواج الالكترونات الارتباط لما تيجي تدخل تفاعل كيميائي خلينا نشوف مثال عشان نفهم الكلام ده هو هنا عمل التوزيع الالكتروني للسالفر 16 والاكسجين 8 الاكسجين 8 توزيع الالكتروني هيبقى ازاي؟ هيليم اللي هي وان اس 2 بعدين 2 اس 2 2 بي 4 خلاص؟ طب بالنسبة للسالفر نيون 10 بعدين 3 اس 2 3 بي 4 تمام؟ تمام؟ فلما يجي يعمل نموزة جلوس لكل واحد فيهم هيجي عند الاكسجين ويرسم زرة الاكسجين وحواليها كم الكترون تكافؤ؟ جميع الالكترونات اللي في مستوى الطاقة الخارجي يعني حواليها 6 الكترونات 1 2 3 4 5 6 تمام؟ طب بالنسبة للسالفر هي كمان حواليها كم الكترون؟ الكترون 6 فيرسم السالفر وحواليها 6 الكترونات 1 2 3 4 5 6 لما تيجي الأكسجن تتحد مع هيدروجين فالأكسجن ترتبط هنا مع زرة هيدروجين وترتبط مع زرة هيدروجين تانية تمام يبقى فيه إلكترونين شاركوا بروابط وفيه أربع إلكترونات حرة تمام طيب لما الصلفر تيجي تتحد مع هيدروجين هي كمان هتعمل نفس التصرف هترتبط مع هيدروجينة بأحد الإلكترونات وتكون رابطة وهيدروجينا اخرى بالالكترون الاخر وتكون رابطة تمام يبقى عندها الكترونين دخلوا في تكوين روابط وعندها اربع الكترونات حرة ما دخلتش في تكوين روابط وده بيأكد لنا الملحوظة اللي احنا لسه إلينها ان عناصر المجموعة الوحدة بيكون لها نفس العدد من ازواج الالكترونات الحرة ونفس العدد من ازواج الالكترونات الارتباط لما بتيجي تعمل مركبات مع عناصر اخرى متشابهة تمام يبقى نراجع بسرعة اللي احنا فهمنا النهاردة فهمنا ان الغازات النبيلة هي اكثر عناصر الجدول الدوري استقرارا وعرفنا انها مستقرة بسبب اكتمال جميع مستويات الطاقة في زراتها بالالكترونات وقلنا ان زراتها لا ترتبط مع بعضها ولا مع زرات اخرى في الظروف العادية عشان كده جزيئتها بتكون احدية الزرة وقلنا ان العناصر الاخرى بتكون ناشطة كيميائيا عايزة تفقد او تكتسب الالكترونات او تشارك الالكترونات عشان توصل لنفس التركيب الالكتروني الخاص بالغازات النبيلة وقلنا ان التفاعل الكيميائي هو كسر روابط زرات متفاعلة وتكوين روابط جديدة في المواد النتجة وشوفنا تجربة عملية لتفاعل الحديد مع الكابريت لتكوين كابريتيد الحديد السنائي وعرفنا ازاي نرسم نموذج لويس الخاص بالكترونات التكافؤ الخاصة بالعناصر وقلنا ان لويس قال ان زوج الالكترونات اللي مش هيشارك في تكوين روابط اسمه زوج حر والزوج اللي هيشارك في تكوين روابط هنسميه زوج ارتباط واخر حاجة خدناها ان عناصر المجموعة الواحدة بتتشابه في عدد ازواج الالكترونات الحرة وازواج الارتباط في مركبتها مع العناصر المتشابهة تمام في الفيديو جاي ان شاء الله هنحل امثلة وهناخد انواع الروابط اشتركوا في القناة